لماذا نقول غفرانك عند الخروج من دورة المياه ونقول أيضا بعد الفراغ من الوضوء اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين قبل ما نعرف الفائدة يريد تعمل لنا لايك واشتراك بارك الله فيك الفائدة كبيرة جدا ولا سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياها إلا لها فائدة عظيمة فقولك عندما تخرج من الحمام غفرانك كأنك تدعو الله يا الله كما طهرت جسدي من الخبائث طهر قلبي من الذنوب والمعاصي فتقول غفرانك والمغفرة تكون من الذنوب والمعاصي وعند الانتهاء من الوضوء كأنك تقول اللهم كما طهرت بدني طهر قلبي من الذنوب بالتوبة ولا تكون التوبة إلا بعد المعصية وهذه سنن النبي عليه الصلاة والسلام كون لياتها فيها فائدة لنا وفيها خير بس طبك أسن نظارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر